اشتركوا في القناة قبل المباراة قوية جدا مع الإسماعيل وطبعا لغاية دلوقتي الأهلي ماشي بالحق العلامة الكاملة الفوز على حرص هدود كانت مباراة صعبة جدا وكان متوقع لكابتن طرق العشري ده أسلوب لعب وطرقية لعبه هو الدفاع المتكتل بشكل كبير جدا حقق نتيجة كويسة وصفات فرق قوية زي المخصة وزي الإسماعيلي كان بنفس السيناريو حتى كل الفرق اللي لعبت معها عينت النفس المعاناة المشكلة أن الجميل دلوقتي أمير أن هي عايزة الأداء المثالي والنتيج المثالي في كل حاجة يعني أداء منتاز ونتيجة 3-4-0 ده مش هتحقق لك ممكن يكون المنافس أفضل منك زي ما قلنا قبل كده ممكن يكون المنافس عنده أدوات بتحد من حالتك ممكن أنت كفريقك يكون مرهق بدنيا مش في حالته مش في مستوى بس الأهم أنه هو اللي يكون الفريق في كل الزوهر السلبية دي تكون عنده بيكسب دي حاجة مهمة جدا دي شخصة البطن البطن هو بيكسب في أي ظرفة أو في أي حال فأعتقد أن المباراة بتاعت حرس الحدود كانت متوقعة بشكل كبير النتيجة دي ودايما مرشاة أن نادي الأهلي بدد الفرق اللي بيدربها كابتن طر العشري دايما بيكون فيها صعوبة بشكل كبير سواء مع ودي دجل قبل كده سواء مع إمبي حرس الحدود كمان قبل كده كابتن طر العشري سبق ليه أنه هو كسب نادي الأهلي في نهاية بطولات كاس مصر والسوبر برضو مع جيل قوي جدا للنادي الأهلي فعلى طر العشري اسم كبير برضو في الدور المصري واسم ليه خبرة كبيرة ومباراة كتئيلة كانت من المحطات اللي هي الصعبة جدا البعض بيلوم على كابتن طر العشري الطريقة اللي لعب بيها في المباراة هل اللوم ده ممطقي يعني مدير فانيه شايف أنه هو ممكن بقلل الإمكانيات مثلا أو بطريقة اللعب المعاين دي يخرج بنقطة مثلا من نادي الأهلي فعلى حاجة جباية بالنسبة له بس أمير هو كل مدرب شايف مصلحته أو حره في الطريقة اللي هو بيدير بها الفريق وبعدين في نفس الوقت أنت صعب جدا تلعب مع الأهلي أو الزمالك مباراة مفتوحة صعب أن تلعب مع فريق بيفوقك فنيا وبدنيا وحافز وبطولات وكلام ده كله تلعب معه مباراة مفتوحة إحنا شفنا المباراة قبلها كانوادي ديجلة بيلعب نادي الأهلي مباراة مفتوحة بيلعب جيم مختلف تماما عن اللي بيأديه كابتن طار العاشر اللي هو البلد أب من وراء واللي هو بيبني الهجم من الخلف وأصر تاكي الجنياس على الطريقة بتاعته دي وما عملش اعتبار برضو أنه بيلعب فريق كبير الطريقة دي كويسة جدا لكن برضو أنت بتلعب فريق كبير بلد أب وهو برضو يفوقك إسما وتاريخا وإمكانيات هتغلط هتغلط إذن كانت النتيجة كانت بشكل كبير كانت أتقل كانت 3-0 والأهلي وصل للجون أكتر من مرة وضعية يعني 3 وضعية كذلك المباراة الأخيرة نتيجة كانت 1-0 نتيجة ما بتعجبش الجميل كتير بس في الأول في آخر هي مكسب 1-0 زي 4-0 زي 5-0 أنت بتاخد الثلاث نقط اللي أنت بتعزل اشتركوا في القناة ... ... إعادة بناءل شخصية حرص الحدود اللي كان من فترة من الفترات كان بيبقى منافس قوي وكان بيحقق نتاجك قوي جداً ضد الأهلي وزامان الكبال كمان فاز ببعض البطولات طيب نقدر نقيم أداء النادي الأهلي في المواطشاط اللي بيكون فيها تكتل الدفاع لذلك ما تشد الحرس الحدود هل نقدر نحكم الأهلي اللي كان نهاردة حلوة ولا وحش ولا المباراة دي ما تقدرش تحكم فيها لا أمير بصوة أنا أقول لك حقيقة برضو مش كل المباراة هتمشي بنفس السيناريو واحد تمام آه فيه تكتل الدفاع لكن أنت برضو في نفس الوقت أنت وصلت المرمى حرس الحدود فيه فرصتين في العرضة أي نعم كم الفرص اللي كانت للأهلي المتاحة مش كتير بشكل كبير لكن أنت برضو عندك الفرقة ما بتلعبش بالقوام الرئيس الكامل عندك فيه أسلحة برضو اتبدلت عليك في المشوار عندك حمد فتحي أصيب لعيف وسط الملعب خسرت اسلح مهم جدا عندك الباك الشمال العلي معلول من أفضل لعيب الدوري الموصل الماضي اللي بيكون أفضلهم وكان ليه دور كبير جدا في تتويج نادي الأهلي باللقب الدوري مش موجود أو محمود وحيد موجود وبيقدي وكويس بس برضو يعني لسه ما جابش لأهلي الفرما الكاملة بتاعت بدأت عشر تحكم على اللعيب بقاله مثلا شهور بعيد عن المشاركة وهتحكم عليه بعد 3 أو 4 ماتشات فإذا أنت برضو عندك عناصر قوة لسه بتعمل إيه زي بتعمل ريبير للفرقة يعني أنت بتعمل إعادة تدوير للفرقة فقط مركز أو اتنين في الملعب ومركز مؤسطر جدا اللي هو الزهير الأيصر من الأفضل لعيب عندك وحمد فتحي برضو كان من أبرز اللعيبين اللي هما كانوا بيدي حرية أكتر للعناصر اللي هجومين هي توصل للجنب بشكل أكبر غيرت مراكز بعض اللعبين وده برضو هيأثر شوية على شكل الأداء وهياخد وقت الغاية بتتأقلم على الطرية دي احنا دلوقتي بنشوف مجد أفشا هو اللعب الوسط المدافع التالي بجوار عمر السلية بنشوف وليد سليمان في قلب الملعب كان الأول من ضمن الأسلحة البديلة اللي كان بيعتمد عليها في بداية الموسم لكن دلوقتي فيه تغيير في بعض المراكز فطبيعي هيحصل هزة شوية هزة فنية مقبولة يعني مش هزة كبيرة يعني هي بنكلم أنه هيبقى فيه تباين يعني مش هنقول مثلا ومش هفضل المستوى ثابت يعني على طول حتى لو أنت ممكن تكون في حالتك ممكن تكون كل الركائز دي موجودة وتخسر بعادي المشكلة العميلة دلوقتي الجمهور مش قابل الخسارة هو عنده فكرة أن أنا لازم أكسب بأي شكل و بأي أسلوب وما فيش أي اعتبار للمنافس اللي قدام داي ممكن يكون أحسن مني أو ممكن يكون موفق عني ممكن يكون الحظ برضو في كرة القدم وارد هو بمجر الأهلي دايما متعود على الفوز لكن في نفس الوقت لازم نكون منطقيين شوية أن أنت وارد تقابل فرقة قوية فرقة تقدر تتفوق عليك حتى لو أنت أحسن منها فنيا وهي دي كرة في الآخر ده طبيعي بالزفت لأنت دلوقتي بتلعب حداشر ضد حداشر معلش مع احترامنا ما بتلعبش تأسيمة أو بتلعبش ضد الكراسي لأ برضو في لعبة تانية كل أمل أن هي تطلع بنتيجة إيجابية ضد الأهلي ده بالنسبة لها ممكن تلخص الموسم كله أن احنا كسبنا الأهلي أو تعادلنا مع الأهلي أو عطرنا الأهلي أو ضيعنا الدوري من الأهلي ده في حد ذاته بيبقى هدف كبير جدا لأن ده تاني طيب عايز أخذ رأيك في اتنين من لعيبة عمر السلية وأحمد فاتحين على مضارب فترة اللي فاتت كلها بتقيم الاتنين دول بالذات عمر السلية من العناصر اللي هي برضو ثبتت أقدامها بشكل كبير في التشكلة النادي الأهلي مع مرور الوقت أكثر ثقة أكثر أداءا أكثر فنيا برضو لكن في نفس الوقت أمير حتة وسط الملعب بتاعة النادي الأهلي برضو حصل فيها إحلال وتجديد بشكل كبير بشكل كبير أنت الأول كان عندك ركيزة حسام عشور دلوقتي هو موجود في الفرق بس برضو أنت بتعمل إعادة تدود للمركز ده كان في موجود حسام غالي كان برضو في عناصر خبرة تقيلة دلوقتي أنت بتعمل إعادة بنقل منظومة الوسط في النادي الأهلي بقى دلوقتي في عشور موجود في النادي الأهلي لكن هو برضو من الأسلحة البديلة أو عناصر خبرة اللي هيتم اللجوء لها في أوقات معينة كان في حسام غالي اعتزل دلوقتي أنت عندك مجد أفشا أو مجد أفشا برضو برضو مش مركزه أنت عندك دوقتي حمدي فتحي وعمر السلية برضو عناصر بإيه بتتولف مع بعض من أول وجديد فده برضو هياخد وقت لكن أداءه بشكل عام أنا شايف أنه هو كويس جدا يعني عمر السلية لمسته الجمالية كويسة بشكل كبير عنده كمان دعي مؤثر طبعا عنده كمان الفعالية على المرمى كتير شوفنا الموسم اللي فات سجل أكتر من مرة وبيشارك كمان في صناعة الهجمات وتمرير كله طولي بالنسبة لكابتون أحمد فتحي بصراحة هو خارج محل التقييم يعني هو تاريخ كبير أنا أقل أن أقيم أحمد فتحي رجل كسب بطولات مع نادي الإسماعيلي ومع نادي الأهلي ومع متخب مصر يمكن أن يكون تقييم في المرحلة دي بالتحديد لأحمد فتحي لأنه دايما الكلام بيبقى عليه كتير وبالتحديد عايز أتكلم على سببات المستوى على مدار ماشاء الله لكوة لبنالله سنوات عديدة بالنسبة للنعب نادي الأهلي عد عليه بيسيرو مارتينيول جاريدو عد عليه أسامي كتير كابتن حسام البدري وقابله كتير كابتن عبد زعب شافي ووحمد فتحي مازال موجود عد على منتخب مصر مداربين كطار الضبط ووحمد فتحي كان بعيد في فترة من الفترات عن الصورة مع هكتور كوبر ولعب كاس عالمه ولعب كاس أم أفريقية عشان كده كابتن عبد زعب شافي لازم تحترم تاريخ اللاعب اللاعب ده لقى 15-16 سنة فلما يقع في ماتش أو اتنين مش نهاية الكون يعني هو بصراحة الفترة اللي فاتت ماشي كويس جدا لكن هو الفترة اللي فاتت من عناصر المهمة جدا فيلر راجل بيلعب كرة سريعة كرة هجومية كرة قوية ومع ذلك بكرة إقاعها سريعة ومع ذلك أحمد فتحي هو العنصر الأساسي اللي موجود في النادي الأهلي في مركزه بص اللقطة دي بص اللقطة دي هو احتياطي في ماتش اللي قابل اللي فات جب حسين الشحات عمل أسست الأزار وجاب جون وبص استقباله للعيبة إزاي في الملعب يعني بعد الهدف ما هو يا أمير من كبات الفرقة لازم أن يحتوي لعيزة وليد أزاره بص الروح عنده عاملة إزاي حتى لو هو مش في الملعب الحاجات دي بتبقى مهمة جدا في أي فريق في الحقيقة احنا زي ما نقول بالبلد دي أحمد فتحي شبع يعني أحمد فتحي ما ألم يحقيقه أي لعب في مصر حاليا بس هو مش بحش نجيل الزهر يعني يعني أنا أسود أمير راجل أنا فرحت كتير أنا هنا بقوم بدوري أن أنا يعني بساند زملائي بشكل معناولي فيه مثلا لعيب بعيد عن المشاركة بشكل كبير فيه لعيب بقاله كتير ما بيسجلش فأنا دوري ككبت أن أنا أحتوي أقوله لأنا في ظهرك وعناصر الخبرة زي ما أقولك مهمة جدا يا أمير عشان كده عشان كده دي عناصر الخبرة سعادة بيكون دورها حتى لو هي ما بتلعبش بشكل أساسي لكن وجودها مهم جدا لأن دي زي ما نقول العكاز الفريق بيتسند عليه أو أنت ما بتلعبش لكن أنا بوصل لك فكرة أن المكان ده بإزاي أنه بيلعب تحت ضغط دايما أنه لازم أن تفوز في كل المباريات لازم أن تنافس على كل البطولات أظن أن عناصر الخبرة ومنها كابتين أحمد فتحي وجودها مهم جدا وخارج محل التقييم بصراحة أكيد طيب عايز أتكلم معك في شكل منافس على طولة الدوري السنادي وهل الملامح ابتدى التبان وهل ده ممكن يكون كلام منطقي لو حد بيقول مثلا الأهلي أقرب السنادي لبطولة الدوري خصوصا بعد أن الزمانيك مثلا خسر مبارح أو مباراة أخرى كان خسرها أو مباراة مبارح كمان طبعا الجيش بتشوف إزاي الكلام في الجزائية دي بتحديد في التوقيت ده لا أبو سأميره لك على حاجة هو دايما الأهلي وده مش تحيز دايما هو الأهلي المرشح الأقوى لبطولة الدوري لكن قصة أنه هو الدوري انتهى من دلوقتي لا إحنا تعالى نرجع بالذكرة الورى زي اليومين دول الموسم الفات أنه دي أهلي كان فين ونهى الموسم فين فدي برضو رسالة مهمة جدا أنت مش معنى أنك مثلا متصدر الدوري لفترة معينة أننا كده ضمنت البطولة أنت دورك كل اللي لعبته حوالي 5 أو 6 مباريات من أصل 34 جولة فالمسافة كبيرة جدا وارد هيزهر لك لحظات تباين في المستوى انخفات في المستوى هتمر بمرحلة إصابات هتمر بمرحلة إقافات تضطر مرحلة ضغط مباريات بشكل كبير خاصة أنت تجدخل برضو في محافل أفريقية ووجهات صعبة مع الهلال ومع النجم الساحلي ومع بلاتينيوم وسفريات والكلام ده كله هتلاقي برضو في النص المشوار ده بيقع منك لعيبة للإصابات أو للغيابات فلا لسا المشوار بشكل يعني لسا المشوار طويل جدا يبقى الأهلي والزمانكم من المرشحين الأبرز لأي لقب دوري على مدار التاريخ فرص الأهلي طبعا بتبقى أخوى باعتبارات كتيرة جدا من بسبب شخصية البطل شخصية البطل اللي أنت حتى وإنت سيء لازم تكسب تمام دي اللي بتفرق نادي عن نادي تاني أما بالنسبة لإخسارة نادي الزمالك فبرضو الزمالك لا مازال الزمالك عنده تشكيلة قوية الزمالك عنده لعيبة خبرات الزمالك عنده لعيبة دولية الزمالك عنده لعيبة من مغرب ومن تونس يبقى زي ما يقولي أمير الأنصر اللي بيفصل مع احترامنا سواء بقى إدارات أو أجهزة في نادي هو اللعيبة والأنصر الأساسي اللعيبة والأنصر الأساسي إحنا أردتلك في حلقة من الحلقات اللي فاتت الجيل ده متدلع شوي اللي هو أنا مشكلة مثلا عندي مثلا نظر في طارق في النادي بتاعي أو مشكلة مش شرط أن أنا أتأصل بالمشكلة دي أنا برضو بلعب لإسمي بلعب لتاريخي بلعب لكذا يعني مثلا الرابط مثلا بين الخسارة أو بين أداء وحش ومسلا بين مشكلة مالية أو كذا ده المفروض ما يكونش موجود بصراحة يعني موجود في بعض الأنديية يعني؟ أكيد موجود في بعض الأنديية أكيد موجود في بعض الأنديية تمام لكن إن أنا أدافع عن إسمي وعن فريقي هو ده اللي هيخلي سعره يعلى هو ده اللي هيخلي الدنيا تمشي معايا فاهمني؟ لكن بقيت الأنديية دايما برضو في أي دورة في العمي أمير في أي دورة في أي دورة بتلاقي قطبين بيتنا نفسه وأربع خمس محطات مؤسرة تمام وبقية الأندية زي ما احترامنا ليهم جميعا بيف شرف دفش مش في مصر بس في كل دول العالم مثلا في أسبانيا ريال مديد وبرشونة في فيا ريال إشبيلية فالنسيا أبلباو الفرق اللي هي صعبة مع عربا وبقية الفرق التانية هي مجرد بتأدي أدوار ممكن تكون بتاسعة مثلا لتحقق مفاجأة ممكن تحافظ على منكزها ما تهبطش كذلك في إنجلترا تلاقي منشلسر سيتي دلوقتي نفسه في إنجلترا يعني فيه ليستر سيتي دلوقتي الأقرب ليفر بول ما عندوش النفس الطويل يا عمير ما عندوش النفس الطويل خدوا البطولة من 3 سنين خدوا البطولة كانت مفاجأة القرن يعني كانت مفاجأة القرن ليستر سيتي يكسب البطولة تمام الأرسنان دلوقتي بعيد عن الصورة بس برضو يبقى فريق برضو من المحطات اللي صعبة رغم أنه مشاكلهم ولغم أنه الأزمات ورغم تغييرهم بس دائما الدور الإنجليزي ما عندوش مخييس ما تقدرش تقوله أنه حسن دلوقتي ليفر بول ولا نقدر نقوله لا مش هتحسن بس الملامح وأشياءات بتقولي أن ليفر بول أقرب أقرب بشكل كبير جدا ليه كمان أمير برضو لأن ليفر بول فيه بعض المباريات كان أداءه فيها مش قوي جدا وفاس مش الأفضل مش بيروحها المرمة كتير ما بيضيعش فرص كتير لكن فاس دي اللي بقولك شخصية البطل هي بتبان ملامح البطل في بعض الأمور في بعض التصرفات في بعض المباريات اللي هي بتكون زي ما أقول بالبلد متعقربة لكن هي بتعدي معاك وبتبشي طيب الاتحاد والمقاولين مثلا في الدوري المصري السندي ماشيين بشكل كويس لحد الوقت رجم من المفاجأة انبارح يا ودي دجلة فازع الاتحاد 1-0 عفوا على المقاولين 1-0 لكن هما أكيد ماشيين بشكل جيد في الدوري هل تتوقع الاستمرارية ولا ممكن ما يكمل لا للأسف لا هقولك يا أمير أنت برضو في كل دوري نادي الاتحاد مشارك في البطولة العربية ممكن تأثر شوية على ضغط المقاولات بيأثر عليه نادي المقاولين آه عنده عام النتائج كويسة جدا مع كابتنا مادة النحاس تمام لكن حتى تصريح المسؤول نفسه بيقول أن أنا أنا عارف أن أنا مش هنفس لكن أنا ممكن أخذ أخطف مركز رابع أروح نهائي الكاس مثلا أخطف بطولة الكلام ده كله لكن دوري النفس الطويل ده محتاج مقاومات تانية زائد مثلا كل الأندية كل الأندية التانية بتلايه مثلا لو هو فيه نادي لمعة كده فيه لعيب أو اثنين هتبتدي الأندية الكبيرة ببص عليه فيبتدي تركيز العيب ده يتشتت خلاص أنا دلوقتي أنا مش عايز أكمل مع فرقتي لأنا عايز إيه مركز إن الأهل عايزني إن زبانك عايزني إن بيرامتز عايزني الكلام ده كله تمام فدي برضو الطموح مش قوي عند بقية الأندية طموح مش قوي بشكل كبير لكن هو مثلا بطولة الكاسة أنا بيشوفها مطمع لأي فريق مطمع لأي فريق لأن بطولة نفسها قصيرة يعني أنت ممكن بدربة حظ تكسبها لكن بطولة الدولة عشان أنت تحافظ بشكل كبير لأ فيه برضو أندية قوية فيه المصري فريق قوي فيه المقصة عنده عناصر كويسة جدا رغم تراجع عن نتائج مع أحمد حسان ميدو لكن فرقة برضو تعتور من الفرقة المصنفة في بطولة الدولة طيب مباراة الإسماعيلي مباراة قوي جدا بالنسبة لنادي الأهلي بتشوف المباراة دي إزاي ورؤية تكليهية ومباراة الإسماعيلي هتكون برضو مباراة صعبة على الأهلي لأن برضو الإسماعيلي جاي بعد صحوة يعني بدأ يفوق آخر مباراتين محقف وزين متتليين مركز السادس تلتاشر نقطة على وقت بص عمير المراكز في الدور الأول بتبقى عاملة زي الكلاس الموسيقية بتتغير كل شوية ممكن تلاقي فريق كسب راح نقطة أربع خمس مراكز فدي مش مقياس هي مش حكم اللي هي المركز برضو نادي الإسماعيلي نادي كبير نادي لي اسم نادي لي تقل نادي بيعرف يلاعب أهلي وزمالك نادي إزاي ده نادي الإسماعيلي يا أمير من المحطات أنت بتقوله محطات صعبة محطات ممكن تغير مصار الدوري من نادي النادي الموسم اللي فات كان الأهلي بينافس على الدوري بشكل كبير وفي عز المنافسة تعادل مع نادي الإسماعيلي فنادي الإسماعيلي في رئي قوي عنده لعيبة مميزة جدا زي همام طارق عندهم بهر المحمدي برضو لعيب دولي وبرضو في شكو عبر رحمان مجدي عبر رحمان مجدي برضو من عاصل اللي هي بانت كويس مع المنتخب الأولمبي عنده شوية لعيبة عنده حراس المرمى بشكل كويس ممتازين رغم أنهما سنهم صغير محمد مجدي أو محمد فوزي فعندهم تشكيلة من العيبة الكويسة جدا عنده الإسماعيلي عنده برضو عناصر الشابة ممتازة جدا فأعتقد أنها تبقى مباراة صعبة جدا هي أهل إسماعيلي برضو تعتبر من القمم المصري كل الأحوال يعني حتى في أسوأ ظروف ممكن يحقق معاك نتيجة إيجابية فما تبقى مباراة صعبة على الإسماعيلي رغم تغيير الجهاز الفني بتاعه ورغم أنه الجهاز الفني الحالي وجهاز فني مؤقت لكن أعتقد أن عروضه في الفترة الأخيرة تحسنت بشكل كبير وعندهم ثقة شوية دوافع جديدة طبيعية بالضبط وبرضو في نفس الوقت دوافع الأهلي واللعب ضد الأهلي غير والإسماعيلي نادي كبير مش نادي أولاية أكيد أكيد في كل أحوالها تبقى مباراة صعبة جدا على فرقتين إن شاء الله نترى أننا نادي الأهلي يكون موافق فيها لكن في كل أحوال برضو خلينا أقول لك أن الأهلي عنده بعض الغيابات المتوقع أنهم يغيبوا عن مباراة اللي جاي بالتحديد رمضان صبحي هل غياب رمضان ممكن يكون مؤثر على نادي الأهلي في مباراة كبيرة إزاي يسمعي بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا كمان الرمضان صبحي من اللعبة الجوكر في خطة فيلر يلاقيه دايما يمين يعني يبدأ المباراة في الجناح الشمال يتحرك يمين ينزل تحت رأس الحربة نخش يلاقيه رأس حربة وبيكمل الهجمة وبيبقى رأس حربة تاني مع أجاي أو أزارو أو اللعب اللي بيكون متواجد برأس حربة أساسي فرمضان من اللعبة من أبرز لعبة الأهلي الموسم ده من شكل كبير كمان غيابه هيخلي الناحية الشمال بتاعتناد أهلي أضعف برضو أضعف لأن علي معلول ورمضان صبحي كانت جابها قوية جدا 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 في طولة كاس الأمة الأفريقية بتاعت المتخب الأولمبي كان أحد أسباب تقلق أحمد أو الفتوح رمضان صبحي في الجابها الشمال فرمضان بيعرف يسند كويس جدا بيعامل جابها كويسة جدا مع باك شمال مميز لانطلاقات لعرضيات فغيابه هيكون بشكل كبير مؤثر هو هيعتلق جابها مهمة جدا اللي هي جابها الشمال وفي نفس الوقت يعني هيحرم الأهلي من سلاح مهم أدواره متنوعة احنا بنشوف في رمضان بيسند مع الجابها اليمين أوقات مع أحمد فتحي أو محمد هاني بيكون صانع ألعاب بيكون رأس حربة متأخر وفي ناس الوقت بيضم رأس حربة تانية هو الجوكر بتاع خطة فيلر أعتقد أنه رمضان صبحي من أقوى لعيبة وأكتر لعيبة مساهمة في الأهداف للنادي الأهلي الموسم ده أعتقد أربع أو خمس أهداف مسجلهم وصانع أكتر من هدف في مشوار الأهلي الموسم ده سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي توقع مين يكون مكان رمضان في حالة غيابه رمضان في حالة غيابه وأعتقد بالنسبة كبيرة الأنسب في رأيي هو أجاي أجاي الأنسب هو أجاي وليد سليمان حجز مركزه يعني اللي هو خلف راس الحرب تمام مع تأخر أفشل اللي هو بيلعب وسط ما لعب جامب السلية فوليد سليمان هو رقم عشرة أعتقد أجاي بيبقى إقاعه أفضل برضو وسبق اللي هو الأهلي استفاد به في المركز ده بشكل كبير أنا بشوف أن أجاي بيعطل رتم الأهلي لما بيلعب في العمق في العمق في مكان وليد يعني أصدق ولا كمهاجم لا كمهاجم 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 هو مركزه أجاي من النوع اللعبة اللي هي بتحب تيجي من تحت شوية هو أي نعم رتمه ومش سريع لكن برضو من اللعبة اللي تقدر تعمل محطة هيلة جدا بس هو في مطش السوبر مع الزمالك كان عمل مورة كبيرة جدا في المركز ده هو مشكلة أجاي يا أمير أنه يعني مالوش منحنى يعني أجاي ساحات تبقى هو نجم رقم واحد في الأهلي وساحات تانية تحس أنه بعيد خالص يعني تحس أنه أول مرة يلعب في الفرقة دي مشكلته يعني هو ما عندهش وسط ما عندهش مثلا 8 من 10 و9 من 10 لا هو عنده يا 9 من 10 يا 6 من 10 دي مشكلة كبيرة جدا فيه في بعض الأقات كان معدل التديف بتاعه عالي جدا لكن الفترة الأخيرة شايف أن أجاي يعني لأ لسه فيه أحسن من كده يعني عنده أحسن من كده بكتير لكن هو برضو من المحطات القوية جدا في النادي الأهلي طيب خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحديث الهام مع الأستاذ محمود باهي استنمينا طيب طيب توضيح بس مهمة بخصوص رمضان صبحي الناس بتتكلم عن أنه خلاص رمضان حيغيب الأقرب فعلا أنه هو حيغيب خلال الفترة اللي جاية لكن رسمي لسه لما يتعامل فحصات طبية لللاعب في مران الغد يوم الأربع إن شاء الله حيبان أكتر مدة غياب رمضان هتبقى قد إيه يعني الأولية دايما في كل أحوال لسلامة اللاعب لكن المدة وكلام من ده حيبان بشكل رسمي وأوضح بكرة بإذن الله تعالى عقب المران وفحص الطب اللي هتعامل ليه رمضان صبحي وإن شاء الله يعود سريعا طيب عايز أتكلم معك في بعض الملفات المحلية النهاردة مثلا معي من سوبر كرة حسام البدري بيطلب إقامة مباريات المنتخب بالسادة القاهرة ما ده أهمية تنفيذ هذا الطلب بالنسبة للمنتخب دل نوجه نظر هو دلوقتي يا أمير يعني قصة برضو ملعب برج العرب وكان ملعب المنتخب في الفترة اللي فاتت يعني أكتر من حوالي 3-4 سنين يمكن الدنيا دلوقتي ملعب برج العرب الملعب تقفل دلوقتي الإصلاحات والكلام ده كله سادة القاهرة أعتقد دلوقتي متاح أرضيته كويسة كافة الحسام البدري يمكن عايز يخلي اللي هيبها تتعاود أكتر على الملعب خاصة برضو إنك أنت غير أكتر ملعب دي برضو يعني أنت عايز تدرس أبعاد الملعب بشكل كويس أنه أتعاود إن أنا ده هيبقى ملعبي زي مع كوبر كده كان ملعب برج العرب كان هو الملعب الأساسي لمنتخب مصر فده أعتقد تبقى خطوة مقبولة يعني خطوة تبقى مقبولة تبقى مهمة مقبولة ومهمة هو دلوقتي الخيار الوحيد الموجود خصوصا بعد قفل ملعب برج العرب ليه في سويس لا 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 أنت برضو تخف برضو درجة يعني قصة السفريات ده دلوقتي هتستدعي لعيبة وفي جدول دور دي فالسفريات الكتيرة خصوصا لمعظم القوام الرئيسي من أهلي وزمالك فأصلا قلدي لعبت أهلي وزمالك شبعة سفر من أفريقيا لمن شمال فأعتقد في القاهرة تبقى أفضل حاليا لخطوة مطلوبة ومهمة وخصوصا الملعب أرضيته كويسة والدنيا فيه تمام وعبي بيضمن حضور أكبر عدد ممكن من جميله وانت داخل على تصفيات كاس عالم ومحتاجة جمهور طبعا كله بقى موجود فلازم يتنفذ أعتقد ده والأهم من كده أن التعود اللعيب أن ده ملعب منتخب بالضبط صح ومنتخب الأولمبي في بداية مشواره مع مالي كان الأداء شيء ومع الحضور الجمهوري والاهتمام والجمهور برضو حس صح صح أن المنتخب بيلعب بقى حماس بعزيمة عايز يحقق هدف فزاد الالتفاف حواليه فخلي بالك برضو أنت ما كنتش ممكن نقول قبل البطولة أنت ما كنتش أفضل المنتخبات المرشحة لكن مع الالتفاف الجمهوري حواليك وأن اللعيب برضو بدأت تحس الملعب بشكل كبير لا شفنا عروض أفضل تحسنة مع مرور الوقت طيب برضو من ضمن طلبات كابتن حسان بدري نبقى فيه معسكرين قبل تحدي مارس وأولم مباريات في التصفات كأس العالم نشايف أنه هنلاقي وقت التحدي هنلاقي وقت يوفر ليه الكابتن حسان بدري ومعسكرين دول أعتقد بشكل كبير يبقى صعب جدا صعب قوي الجدول الدوري مضغوط اتحاد الأفريقي غير رزنامة بتاعته أو غير جدول المباريات بتاعته في شهر يناير أعتقد هيبقى فيه ثلاث جوالات في دوري أبطالة أفريقيا مع برضو ضغط جدول مباريات الدوري عشان تنهي الموسم بشكل كبير فأعتقد أنه مطلب صعب في نفس الوقت برضو أنت كان عندك فترة توقف حوالي خمسين يوم يا أمير مع تولي كابتن حسان بدري المسئولية في الخمسين يوم ده كان فيه مشاكل أصلا عن ضمام لعيبة من بيراميدز ومعسكرات للأهل والزمان يكبر مصر فمعرفش كابتن حسان بدري يعمل التجمع ده هيقدر يعمله والدوري قريدي شغال فأعتقد هيبقى بطلب صعب جدا بتحقيقه صعب جدا إزاي بقولك معظم القوام أصلا من أهل وزمان لك وفي نفس الوقت كابتن حسان بدري المعظور الرجل عايز يستعد بشكل كويس لنتصفات ما هو مصر عميل تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية تدريب المنتخبات أنت بجي لك لعيب بمفروض في خلال عشرة أيام أو أسبوع بتجهزه بشكل كبير أنت إيه لك عناصر جهزة أنت بتشتغل معهم بشكل فني أكثر من شكل بدن أصدقى أكيد على مبارات ودية مثلا آه هو الطلب على مبارات ودية أو ولا معسكرات تجمع وما ده برضو هتفرق وسواء تجمع أنت هتوقف الدول مدة أسبوع عشان المنتخب يلعب ماتش ودي هتقد صعب جدا صعب جدا ما فيش أجندة دولية هتلاقي برضو بتلفل دائرة الخيارات في الدول اللي هي بتاعت سكافة وكوسافة اللي هي مثلا إريتريا أسيوبيا الكلام ده هي اللي تقدر تلعبها في الفترة دي لكن غير كده مش هتلاقي متخبات تلعبها فهو مطلب صعب يعني مش ممكن تكون منطقي في ظروف تانية لو الدوري كان ماشي بشكل منتظم زي معظم الدولة أوروبية أنك تيجي بسها في شهر يناي بيبقى فيه فترة توقف أو راحة بينه الدوريل فدلوقتي لأ تحادر أفريقي يدمر لك فكرة يناير وحطي لك ثلاث جوالات في دور الأبطال وفيه أوراة أسفات كاسعة لما تتعامل في يناير فهي أعتقد تبقى صعبة جدا يعني صعبة جدا جديد الفار إيه؟ هيتطبق ولا لا؟ كلام كتير ما تعرفش يعني مثلا دهات الشروع بتقولك اتحاد الكرة لأجل تطبيق تكنية الفار في الدور وبعدين في الجولة تصشيحي كامتا محمد فضل عضو اللجنة الخمسائية ولكن الفار جاهز للتطبيق وقدامنا خطوة واحدة بس للتطبيق وإيه الصح؟ إيه اللي حياتي؟ كلام بنسمعه بأننا سنتين شركة وشركة أسبانية بنتخدم شركة أسبانية وفيه وفد من إيفاب والبروتوكول بتاع تطبيق الفار معروف لكن برضه في الوقت حتى لو هتطبقه المفروض هيتطبق من الموسم القادم من دور تاني؟ لا 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 ما كان فيه وعود أن يتطبق دور وعودة يا مجرد ما هالوعود أمير بنسمع بأننا سنتين نسمع بأننا إيه الجديد مفيش كان فيه فار إيه الجديد إن فيه لجنة خمسية جديدة مفروض يعني الناس تلفزوا قد الفار كان موجود في مصر في كاس الأمر بالضبط طيب إيه الجديد الجديد بأننا وضع بقى الخطوات مالية تعقدية هل فيه خلاف أو فيه تكلفة المادية بتاعت الفار تحت الكرة مش مستعدة لها بشكل كبير لأ فيه يعني برضه فيه ضبابية في الكلام أنت بتسمع كلامه عكسه بشكل كبير لكن هو أعتقد أنه مش هتطبق الموسم ده بأي حال من الأحوال يعني مش هتطبق طيب يعني متأقل أنه مش هتطبق لا 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 ومش منطق أنه هو يتطبق أمير أنت بدأت الموسم بدون فار كامله بدون فار لكن ما ينفعش أنك تعدل في بنود بس الأندية عارفة أنه لو يعني فيه احتمالية أن الفار يطبق على مدار الموسم ما كان فيه حق ما بصنا أمير إحنا مع التحاد الكرة يعني موسم بحكم خامس وموسم بدون حكم خامس وموسم بفار وموسم من غير فار فالدنيا مش هتطبق بقولك فيه ضبابية وفيه تضارب في التصرحات نتمنى تطبيق تكنية الفار ونتمنى كل شيء إيجابي يكون موجود إن شاء الله في الدوري المصري من خلال اللجمة الخمسية الحالية أو اللي حينتخبوا بعد كده يعني والدنيا تمشي بشكل جيد يا محمود لو أشكرك شكرا لنجزينا وقتنا وصرفتنا شكرا يا أبي أستاذ محمود باهي الناقضة لرياضي الكبير واتكلمنا في بعض الملفات الهمة جدا على الساحة الرياضية المصرية وبتحديد كمان تحديات النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت والفترة القادمة واللي أكيد بنتمنى فيها كل التوفيق لنادي الأهلي في كل مباراة وإن شاء الله تعالى دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهاردة بكرة وحلقة جديدة إن شاء الله نكون معكم فيها في هذا البرنامج إستانونا إلى اللقاء